ازاي تخلي الناس تهابك وتحترمك عن طريق فقط لغة الجسد قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تدعمني بلايك وتشترك في القناة لو مهتم بالنوع ده من المحتوى وخلاني ندخل على طول من ضايع شوقت في اوقات كتير بنلاحظ ان في اشخاص بيمتلكوا القوة والكارزمة في حركتهم بس من غير حتى ما ينطاقوا بكلمة وبينجذب ليهم كل الناس اللي في محيطهم وصلين لمرحلة عالية من النجاح ان يخلي الاخرين يحترموهم ويهبوهم في نفس الوقت وكل ده فقط عن طريق لغة الجسد لغة الجسد بتساهم بشكل كبير في تغيير نظرة الاخرين ليك هي من احد العوامل الاساسية اللي هتخليك مميز بين اللي حواليك وهتساعدك في النجاح والتقدم في مختلف مناحي حياتك وكل ده من خلال بس انك توظفها بشكل صح هي وسيلة قوية وفعالة في التفاعل مع الاخرين وتوصيل الرسائل الخفية في العقل اللواعي وخلينا فجأك وقولك ان لغة الجسد اقوى بكتير من الكلمات هي مهارة هتتعلمها في الفيديو ده وهتقدر تطورها مع الوقت في الفيديو ده هقدم ليك بعض القواعد في لغة الجسد ويخلي جميع الناس اللي حواليه اكتهابك وتحترمك ما تبتسمش كتير الكارزمة والواصق من نفسه بيبتسم بس في التوقيت المناسب وبتكون ابتسمته رسالة عايز يوصلها للشخص اللي قدامه هو نادرا ما بيبتسم من اجل ارضاء الاخرين او علشان ينال استحسانهم في ناس حواليك كده هتلاقيهم بيبتسموا على الفاضية والمليانة كل اللي هم عايزين ان هم يرضوا الناس اللي حواليهم علشان ما يبقوش مملين في وجهة نظرهم الشخص الكارزمة او الواصق من نفسه هو الطرف التاني في القصة دي هو الشخص اللي الناس بتحاول لها تراضيه وتكون بتبتسم على كل حاجة بيقولها علشان تنال استحسانه مش هو اللي بيعمل كده هم عارفين قيمته كويس وبيكون عايزين ان هم يفضلوا جنبه اكتر وقت ممكن فبيبقوا زي ما بنقول كده مولئين صابحهم العشر شمع علشان يرضوه وعلشان ينالوا شرف ان هم يكونوا في دايرة معارفه متعليش صوتك ومتتكلمش بسرعة حاول تبقى رازين على قد ما تقدر في كل تصرفاتك هادي رايق المشكلة دي بيعاني منها كتير جدا من الناس لما تتكلم احد والحد ده بيكون بيتكلم بسرعة غصبا عنك كده هينتبك احساس ان الشخص ده ضعيف الشخصية ومتوتر ومش واسك من نفسه وصعب ان انت تحترمه من جواك انك تتكلم بصوت واطي ولكن واضح للناس هيخلي الناس تبصلك بنظرة اعجاب ويحس ان انت قد ايه واسك من نفسك اما الصوت العالي بيدل دايما على الافتكار بالثقة بالنفس في مثل في مصر كده بيقول خدوهم بالصوت العالي المثل ده بنقوله للشخص اللي بيفتكر للادلة والبراهين او بيكون غلطان بس بيحاول يكابر وبيحاول يدعم موقفه بان هو يعلي صوته حاول على قد ما تقدر انك تكون متوازن في نبرة صوتك ولا هي عالية اوي ولا هي واطية اوي تخلي الناس اللي حواليك ميسة معاك وعملها تقولك معلش اقولت ايه ايه تاني معلش عشان ما سمعتكش تجنب كل ده وحاول تتكلم بصوت متزن لان فيه حاجة اللي محتاج لانا الفت نظرك لها الصوت الواطي بيدل برضو على قلة الثقة بالنفس انك تكون بتهمس حتوصل الناس اللي حواليك ان انت ما عندكش الجراء انك تعالي صوتك وانك تتكلم بصوت عالي حتنفر الناس من حواليك خليك دايما واسطي نبرة الصوت بتلعب دور كبير في زيادة الهيبة والكاريزمة عندك انت فيه ناس ممكن تحترمها من مكالم التليفون من غير ما تشوف شكلهم بسبب ان هما لابقين في الكلام وبيعرفوا يتكلموا كويس وبيكونوا واسكين من نفسهم وهديين في المكالمة امشي بثقة وبهدوء لو مهتم بالافلام هتلاحظ دايما ان في الافلام المخرج لما يكون عايز يباروز البطل بيخله ظهوره الاول في الفيلم بطيق علشان يشد نظرك كمشاهد ليه اكتر ويوصلك رسالة ان الشخص ده مهم في الفيلم او هو الفيلم كله بتدور احداثه علشانه وما تركز بس على المشي ببطء ركز برضو ان انت راسك تكون مرفوع دايما وانت ماشي مش واطية وبس على الارض اغلب الناس اللي بتمشي بسرعة هي ناس عندها ضعف الشخصية او بيتوتروا من نظرة الناس ليهم فبيحاولوا على قد ما يقدروا ان هما ميلفتوش الانتباه ويتخطوا الناس اللي حواليهم بسرعة لشان ما ياخدوش بالهم منهم الشخص الوثق من نفسه والكارزمة واللي عايز الناس تهابه لازم ياخد باله من الموضوع ده كويس قوي ويكون مركز ان المشيته ممكن تدل عن حاجات كتير او فيه سواء مش بثقة او مهزوز او خايف وطبعا ده في حالة ان انت معندكش حاجة مهمة او طرقه وراك يعني ما يكونش مثلا فيه حد انت محتاج تلحقه وتمشي بهادي وتقول لا انا عايز امش بثقة عشان انا بنلقي رحمك مش لدرجات دي يعني او تعدي معادل امتحان عشان سيادتك تبان قدي ايه في الجامعة او في الشارع واثق من نفسك لا يا حبيبي رح امتحانك بسرعة علشان في الاخر الكارزمة دي هتعيدك سنة كاملة وما ترجعش في الاخر تيجي تشتم نانا وتقول لي انا السبب بحاجة كمان لازم تاخد بالك منها وانت ماشي لو في حد ماشي معاك وبيتكلم بركز ان انت تبصره في عيونك وتحاول كمان في جزء كبير من احاديثك وتستدعيش الكوميديا اللي جواك وخصوصا مع الناس اللي انت لسه متعرف عليهم لازم تبص في عيون الاخرين ومتتكسفش انك تتفادى انك تبص للناس في عينهم هو دليل قوي على ضعف شخصيتك وعدم الثقة بالنفس خليني عرفك على تجربة تعملها في حياتك تعرفك الشخص ده واثق من نفسه ولا لا لما تكون في مكان عام او اي مكان مزدحمي الناس وقفة ومنتظرة ان هي توصل للمكان اللي هي فيه او تخلص مصلحة وقومية ركز على عينهم واعتعرف الشخص الواثق من نفسه والشخص المهزوز غالبا هتلاقي ناس كتير من اللي حواليك بتحاول تملأ الفراغ ده بان هما يمسكوا ترفوناتهم الايه يعني ان هما مهمين او مشغولين او بيبعاتوا رسالة مهمة لحد اغلب الناس دي بتحاول تملأ فراغ الثقة بالنفس مش اكتر هما مش عارفين لو حطوا ترفون في جيبهم هيعملوا ايه هيقدروا يبصوا للناس في عينهم هيقدروا يبصوا حواليهم يمين يشمال هيقدروا يبصوا للناس اللي بصالهم اساسا كل دي حاجات بيحاولوا يتجنبوها بان هما يمسكوا ترفونهم ويلعبوا فيهم اما الواثق من نفسه هتلاقيه هادي جدا ولا كان فيه اي حاجة والشخص اللي مركز معاه بيركز معاه هو كمان وبيبصله لحد من الثاني يكسر نظرته وبيكونش محتاج ان هو يعمل زي الاغلبية ويتلع ترفونه ويعمل ان هو مشغول التواصل البصري شيء مهم جدا وهيرفع ثقتك بنفسك بشكل كبير وهتوصل الناس اللي حواليك كمان ان انت قد ايه واسك من نفسك لان التواصل البصري من اكتر الحاجات اللي بتدل عثقة بالنفس والكارزمة خليك هادي ورزين من شوية كنت بقول لك خليك هادي في كلامك المرة دي هقول لك خليك هادي في كل تصرفاتك مش كلامك بس سواء كلامك او مشيك زي ما قلنا من شوية اوفن فعلاتك بجميع اشكالها سواء فرحة او حزن او عصبية فضول او خوف اي انفعال خليك هادي فيه على قد ما تقدر لما تبقى هادي في الاوقات اللي كل الناس فيها مثلا متعصبة ده هيلفت الانتباه ليك هيبين قد ان انت واسك من نفسك عكس المحيط كل حواليك ده كله بل كمان الناس المتعصبة دي هتبدأ تسمعلك اللي انت ازاي هادي في الموقف ده ازاي تقدر تمتلك اعصابك بالشكل ده وهيبدأ يقول لنفسهم ان اكيد الموقف ده بالنسبة لك عادي وان انت مش حاسس باي خطورة منه او محتاج ان انت تنفعل او تتعصب بشكل كبير وان انت كمان عندك الحنكة الكافية انك تتخطى الموقف ده بكل سهولة دايما المخرجين والكتاف في عملهم السينمائية بيصور البطل ان هو لاما زكي لاما شجاع لاما قوي وفي جميع الحالات في صفة مشتركة في كل الابطال دي بصفتهم المختلفة وهي صفة الهدوء وعمرك ما هتلاقي بطل في فيلم تحط في موقف صعب هتلاقيه بدأ يصرخ او يخبط في الحاجات اللي حواليه او منفعل او متعصب بشكل هستيري بالعكس انت دايما بتلاقي الناس اللي حواليه هم اللي كده والمخرج علشان يوضح لك ان البطل مختلف عن اللي حواليه بيخليه هو الشخص الهادي والرزين فيهم فحاول تبقى هادي في كل تصرفاتك سواء افعال او كلام خد وضعك وانت وقاعد من شوية قلنا تقدر تميز الشخص الوسك من نفسه او لأ من خلال مشيته نفس الكلام هنقوله هنا تاني تقدر تميز الشخص الوسك من نفسه او لأ من خلال اعدته واعدته هنا بالنسبة للناس اللي غير مصرية اقصد بيها الجلوس الاشخاص الغير واسقة بنفسها بيحاولوا ان هما ميلفتوش النظر وهما عادين بيحاولوا ان هما يبانوا ان هما اصغر حجما وهم عادين علشان ميلفتوش النظر ليهم نادرا ما تلاقي شخص مش واثق من نفسه مثلا حدث رجل على رجل فارد ظهره ورفع راسه ويتكلم هو قاعد كده بكل ثقة وكل مطلوب منك ان انت تعمل عكس ده بالظبط تقعد حدث رجل على رجل لو المكان او الناس اللي حواليك في نفس الايمة والمستوى الاجتماعي وتكون فارد ظهرك ورفع راسك وتتكلم بثقة اسمح لنفسك ان انت تاخد المساحة الكافية اللي تحسسك بالراحة وانت قاعد والكلام ده كمان بالنسبة للوقفة ما توقفش وانت منكمش كده ومربع ايدك انت مش مستنى ان انت ترحل عن نيابة لأ ولو فيه امكانية اللي انت تسند ظهرك كمان على الحيط اعمل كده خليك هادي ومسترخي ومتشلش حاجة في دماغك ومتشغلش بالك بالناس اللي حواليك اذا كانت بتبصلك ولا كل ده علامات هترفع مساقتك بنفسك واتخلي الناس اللي حواليك تبصلك بان انت شخص واثق من نفسك بشكل كبير كل الحاجات اللي انا قلت لك دلوقتي انت نفسك هتاخد برك منها من الناس اللي هما واسكرين بنفسهم ان هما بيعجلوها سواء ان هما واسكرين بنفسهم في عادتهم واخدين الحيز الكافي سواء في مشيتهم ان هما مركزين قدامهم ومشيين بثقة وبخطوات سبتة سواء بوقفتهم ان هما وقفين سبتين ورجلهم نوعا ما مفتوحة شوية واخدون وضعهم في الوقفة سواء رفعين راسهم سواء بيتكلموا بهدوء كل دي حاجات هتلاقيها حواليك في الناس اللي واسقة من نفسهم لو ركزت شوية لغة الجسد مهمة جدا 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 فوق ما تتخيل فيه كتب ومؤلفات كاملة عن لغة الجسد بس ودايما لغة الجسد هي اكتر حاجة معبرة في الانطباع الاول والعكس صحيح لو لغة الجسدك بتعبر ان انت شخص مش واسق من نفسك الانطباع الاول بيبقى زي الزفت حتى لو انت مقلتش كلام مثلا يقل من ثقتك بنفسك او كنت مهزوز مثلا في الكلام وشكلك الخارجي وحركاتك بتعبر بشكل كبير اوي اكتر حتى من الكلام زي ما قلنا فدايما نركز ان انت تتحرك بطريقة تبينك قد يين تواصل من نفسك لاني صدقني لغة الجسد هتغير نظرة الناس لك بشكل كبير جدا لغة الجسد لوحدها قادرة ان هي ترفع جاذبيتك للسماء فعشان كده متستهونش بيها وبس ده اللي كان عندي اقوله لك ولو كنت مهتمل من النوع ده من المحتوى بتنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتحط لنا لايك على الفيديو وتكتب لنا كمان رأيك في التعليقات الصفة اللي احنا قلناها في الفيديو ده موجودة عندك والصفة اللي انت محتاج تكتسبها وشكرا للمشاهدة سلام اشتركوا في القناة